يوما بعد يوم تتسع دائرة طورط قطر في قضايا يشبها الفساد واتهامات بالرشاوة هذه المرة من باكستان فبعد عام من تحقيقات مجلس المساءلة الوطني في باكستان اعتقل رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي ووجهت له تهم بالفساد وتلقي الرشاوة من جهات سيادية قطرية على خلفية صفقات باستراد الغاز الطبيعي القطري على نحو النأي يخالف القانون خاقان الذي كان وزيرا سابقا للنفط ارتبط بعلاقة خاصة بوزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ابان رئاسة نواز شريف الوزراء والذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات على خلفية تهم اخرى بالفساد وتحقق السلطات الباكستانية في دور عباسي في منح عقد لشركة غاز طبيعي كان شريف احد المساهمين فيها ومن المنتظر يحالة رئيس الوزراء السابق ليمثل امام القضاء خلال الايام المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة